سبع بوستر سبع بوسترس دول على اساس يتعلقوا فيه المستشفيات النسخ اللي للبيع متوفرة في مكتبات طبعا الشرق الاوسط والمروة زي كل منتجاتي ولو انت عايز كميات بتتواصل مع الموزعين وهما هيوصلوا لك العدد المطلوب لحد عنه البوستر الثالث الهايبرتنسيف ديسوردرز ان براجنسي فيه نقطة بس عايز اقولها عن تشخيص الهايبرتنشن ان العينين اللي هما نان سيفير هايبرتنشن بيتشخصوا بتو ماجرمنس فور عورز اپارت العينين اللي سيفير هايبرتنشن يعني ضغطهم مية وستين ومية عشرة او اكتر دول بيتشخصوا فيو مينت سا بارت يعني انت تقيس الضغط ومو كتيب واحد زميلة تقيس الضغط لقاها برضو مية وتمانين مية وعشرين يبقى العينة كده تشخصت سيفير هايبرتنشن بتعتبر ان كده خلاص ده كده سيفيرتي كرايتيريا وفي جايدلاينز بتعتبر عشان اقول سيفيرتي كرايتيريا لازم اقيسه تاني بعد اربع ساعات ولاقيه برزيستنت لي فوق مية وستين ومية وعشرة طيب نرجع بقى للبوستر بتاعنا خلاص عرفنا الهايبرتنشن نيجي بقى الى الكوريكت تايمينج والكوريكت ديسيجن اول حاجة what of these describe your patient عيانتك انا واحدة في دول عشان تخطلها pathway وتقدر انك تعملها termination مزبوط urgency of delivery لان انا عندي الكوريكت تايم as important as correct decision طب ايه الكوريكت ديسيجن ان اي عيانة سبعة وثلاثين اسبوع وجاية عندها hypertensive disorder in pregnancy should be terminate بس امتى لو سبعة وثلاثين اسبوع في حالة chronic hypertension والblood pressure responding to treatment يعني العنى pre-existing hypertension وبتاخد علاج والعلاج مزبوط ومعنديش مشاكل ومعنديش superimposed pre-eclampsia بيبقى planned delivery السيزاريان ملهاش indication الا لو فيه obstetric indication والbirth time to suit woman a wealth care provider دول بيبقى terminated ممكن جدا ما بين 38 و39 اسبوع انما مش بعد 39 اسبوع ايه بقى الجرين pathway الجرين pathway العيانة non severe pre-eclampsia او العيانة gestational hypertension يعني لا معاها proteinuria ولا معاها organ dysfunction with ability to control blood pressure with or without treatment لان انا عندي guideline زي الاي سي او جي بتقولك ان احسن ما تديش علاج لعيانة ضغطها اقل من مية وستين مية وعشر العينين دول سبهم بالضغط بتاعهم طب ولو عيلي لو عيلي termination ما هو علاج ال pre-eclampsia مواش انتي hypertensive وبالتالي لو عيلي اعملها termination لو فضل زي ما هو does not need treatment لان انت لو حتدي treatment حتى انت الهدف بتاعك انك تنزل بيه بس المية 35 على 85 لان لو نزل فجأة ممكن يحصل sudden hypoperfusion طب ال patient دي الكير بتاعها فين قولا واحدا hospital العيانة دي لازم تدخل مستشفى ومالقي حكاية انه نقدر نعليجهم في البيت ونديها انتي hypertensive treatment وتروح وكلام ده كلام ده كله غلط كلام ده كله اراية خاطئة ل guideline لان احنا عارفين ان ال hospital admission اي عيانة اي عيانة with other new onset hypertension سواء معه proteinuria او معهوش يعني اه سواء انا مشخصه اه non severe pre-eclampsia او مشخصه gestational hypertension العين دول لازم يدخلوا المستشفى عيانة دغطاها مية وخمسين مية ومعهاش proteinuria العيانة دي تدخل المستشفى ما تروحش مداش انتي hypertensive تروحها البيت لازم تدخلها المستشفى to determine if the increase is due to pre-eclampsia يعني عمل لها proteinuria عمل لها organ functions لانه ممكن يبتعطاها مية وخمسين مية ومعها elevated liver enzymes او كرياتنين عالي او عندها بليت لت آآ ثرومبوسايتوبينيا أقل من مية وخمسين الف او أقل من مية الف حسب عرس يجيو ولا تحتاج ابدا بان بتقول انه في بعض الومن بعض الومن اللي عندهم ميلد دينوفو او ممكن ممكن لا مش يعني ايه في شروط ما تاخدش وتسيب الشروط بتاعته يعني العيانة وعندي العيانة العيانة فهمة معامل الخطورة فهمة تتكلمني امتى تروح المستشفى امتى عندها عربية تحت ادها اربعة وشرين ساعة توصلها عندي بيروح يتطمن على العيانة عندي اللي معمل جنب العيانة بيعمل لها اول باول ليه لان انا عشان او تأفاليويت السيفيريتي انا مش بقى افاليويت مرة وخلاص ده انا على طول وارا بعد بعمل كل يوم علشان خاطر اول ما تدخل في سيفير اقلب خلاص على على اللي هو عادة ان العيين بيحصل فيهم عادة بيقلبوا سيفير عادة بيتحولوا لها سيفير وبيتحولوا اكيوت لي الى سيفيري يعني انا يبقى يبقى ضغط العيانة مية وخمسين مية وبعد ساعتين قليل العيانة بقت متين على مية وعشرين فالترن ده بيبقى اكيوت فلازم العيانة تبقى في المستشفى وعشان كده المانجمنتزمه مش كونسورفتف انا مش بقى كونسورف بريك لامسي انا اكسبكتنت يعني مستني المصيبة تحصل عشان اتدخل لو المصيبة ما حصلتش والعيانة وصلت سبعة وتلاتين اسبوع يبقى دول العيانتين دول اللي هو اه اكسبديت بيرث اسون از ما وصلت سبعة وتلاتين اسبوع وذين تونتي فور اوارس اكون خلاص عمل ترمينيشن اوف بريك لاني مستدقت ان هي وصلت سبعة وتلاتين اسبوع من غير ما تقلبي لها سيفير الكاتيجوريز اللي بعد كده اللي هما العيانة اللي فيها اي فيتشر Di. خلاص العيانة دي ترمينات العيانة ال او سيفير او مش عارف ان اتزاله. ان العيانة السيفير ايا كان. والعيانة السيفير كورونيك هايبرتانشن او ستينشن لهايبرتانشن وينابلتي تكنترول بلود براشر دول ترمينيت ارجن ترمينيشن. انما في حتة في الجايدلاينز عايز اوضحها عشان لما تقروها ما تطلخبطوش. العيانين اللي عندهم هايبرتانشن بس. من غير او معهم او معهمش هتفرق معي في الاسم. ضغط مية وستين مية وعشرة فما فوق ومعها بروتينوريا وما فيش او او هي تضغط مية وستين مية وعشرة فماDavid جيدا. لا ترمينك لم يiced مية وستين مية وعشرة فما핦 إيش اي او برو جون Peraden食ان يبقى دي سيفير جيستشن الهايبرتانشن. العينتين دول فيه اختلاف ما بين الامريكان والانجليز. بلايسي وجي الامريكان من الإنجليز الارسي وجي يقولوا ايه? يقولوا لو العيانة سيفير بري اكلامسيا باست 영화 بلاد بريشرة لون. يعني أنا ما عنديش ولا سيفيراتي كريتيريا من آآ ديسفنكشن. ومعنديش أي سيمتمز أو أي ساينز. كل اللي عندي هايبرتينشن سيفير ومعاه بروتينوري. اول عيانة كانت يعني عندها سيفير هايبرتينشن ومعهاش بروتينوري. يبن سيفير هايبرتينش معها او معهاش بروتينوريا في غياب كل السيفير الفيتشورز اف سيفيراتي التانية. ممكن نعمل يعني ندخلها المستشفى expectant management تاخد antihypertensive ونعمل لها surveillance frequently لحد لما severity feature تظهر غير ال blood pressure او العينة تدخل في labor او توصل سبعة وتلاتين اسبوع في عملها termination العينين دول نادرين جد وراجع نفسك مية مرة قبل ما تشخص عينة اه severe preeclampsia ب blood pressure اللون العينة اللي بقى ضغطها فوق مية وستين systolic يعني مية وسبعين ولا مية وتمانين ومعندهش ولا investigation بيقول لي ان في organ dysfunction دي عينة نادرة جدا انا امري مش شفتها وبتلاقي في الجدوى لو مش هقول لكم عليه الامريكان ليه هو وافقه على ازا الكلام خالص ليه يقول ما يقول blood pressure العالي ده severity feature انا ليه اطنشها فلو عيانة preeclampsia blood pressure عالي فوق مية وستين مية وعشرة في غياب اي حاجة تانية طب ما هو خلاص كده ده كده severe preeclampsia يبقى terminate امتى once diagnosed once ميزت الضغط لقيته عالي ترمينة الزيادة بقى ان الامريكان بيقولوا ان لو معاش بروتينوريا والضغط عالي مية وستين مية وعشرة فما فوق سواء عملتلو قدرت اعمل كنترول او ما عملتلوش هي العيانة دي برضو تعامل معاملات severe preeclampsia and deserves termination once much خاص لان اذا الضغط new hypertension وصل مية وستين مية وعشرة هتخاف على العيانة and you will have to treat as severe preeclampsia regardless فيه proteinuria ولا ما فيه دي اجماعة الاسي او جي جاديلاينز الفين وتمنتاشر وعشرين عشرين اندورس التاني ان women with gestational hypertension who present with severe blood pressures should be managed with the same approach as for women with severe preeclampsia يعني بنعتبرهم severe preeclampsia. طيب الكلام ده انا مش حطه في الجدول ليه? لان احنا المفروض في بنمشي على الاسي او جي الاحوط عشان خطر العينين يعيشوا انا مش مش ماشي على اه دماغي انا ماشي على اللي هي الاسي او جي ان العيانين السيفير بريكلمسي او ما سيفير بريكلمسي مش حقود اصنفهم بقى سيفير بهايبرتانشن بس سيفير بليفر انزايمز بس لا خلاص في هايبرتانشن فوق مية وستين مية وعشرة دي نيو انسيت والضغط وصل مية وتمينين مية وعشرين لا تورمينيت سواء في بروتونوري او مفيش فعشان كده محططهاش في الجدول لان انا في البوستر زي مش هدا في النظر انما لو انا عايز احطها في الجدول لحطها كده يا اما في سبعة وتلاتين اسبوع والحالة او ميلد جستيشن والارسي او جي بتزود عليهم السيفير جستيشن الهايبرتانشن او سيفير بريكلمسي بازد عن بلات براشر الون with ability to control بلات براشر العينين دول تورمينتي عن سبعة وتلاتين اسبوع الاي سي او جي لا بتقول لك ان بريكلمسي او داي سيفير فيتر حتى لو بازد على بلات براشر الون السيفير جستيشن الهايبرتانشن حتى لو ريسبوندين تو تريتمين تعامل معاملة السيفير بريكلمسي انما هي كلها جايدلاينز زي ما قلتلكم جداول كلها افيدنس بايز وما ليه اللي بنسمعه عن الاسباكتنت مانجمنت او سيفير بريكلمسي دي برضو قراءة خاطئة للجايدلاين الفكرة بتاعت السيفير بريكلمسي وفايبل فيتس قبل اربعة وتلاتين اسبوع ممكن نعمل دي محتاجة شروط ان ان يكون مفيش يعني ابسنت الان كنترول ماترن الهايبرتانشن كنترول الماترن الورجان دي سفونكشن ماش بتسوق وما فيش فيتل دي سترس والاهم ان على العيانة كان بيمانيت دي الشروط طيب هل ده ريكومنديد ده very low quality of evidence weak recommendation وما لي ريكومنديشن ايه ترمينيت يا عمي لو طب لو من اربعة وتلاتين اسبوع استنى الكامي يوم دول عشان اوصل لسبعة وتلاتين لا ما تستناش ما تستناش برضو ده ايه ده very low quality of evidence ده weak recommendation فما ينفعش حد يقرأ ده وبعدين يرجع يقول لك انا هعمل ما فيش في السفير بريكلمسيا you have to terminate طب الارس يوجي بتقول ايه nice guidelines عشرين تلاتة وعشرين بتقول لك في واحد خمسة سبعة خلي بالك واحد خمسة سبعة دي خلي بالكم الرقم ده دي ان انا المaternal and fetal threshold عشان planned early birth اللي هو قبل سبعة وتلاتين اسبوع في العينين اللي عندهم features of severe pre-eclampsia حولدهم قبل سبعة وتلاتين اسبوع اي وقت اتشخصت وحطين الكريتيريا بتاع السفير pre-eclampsia وبيقول لك ان الفيتشرز دي مش كل الفيتشرز فيه features not listed above ممكن تبقى considered في الدسيزن بتاع early birth عشانة لما نيجل timing of birth قبل اربعة وتلاتين اسبوع unless there are indications دي فين واحد خمسة سبعة فاكرين واحد خمسة سبعة لسه يقول لكم عليه اللي هو اللي فوق اللي احنا لسه شايفينه ده ده اهو واحد خمسة لو عندك من دول ولدها من اربعة وتلاتين ستة لسبعة وتلاتين اسبوع إلا لو في انديكيشن ان انا ولدها الانديكيشن ايه واحد خمسة سبعة اللي هو فين اللي هما نفس الكريتيريا بتاعة عندي ولدها سبعة وتلاتين اسبوع لا خلاص العيانة اللي عندها علاجها ايه علاجها مفيش دي خالص دي قراءة خاطئة يبقى قولا واحد العيانين اللي فيهم اي feature of severity including blood pressure alone او العيانة gestational new onset hypertension severe سواء عملت له control او معرفتش العيانة pre-existing hypertension السيفير اللي فوق مية وستين مية وعشرة عند inability to control blood pressure العيانين دول urgent termination يعني regardless gestational age terminated once diagnosed مش سبعة وتلاتين اسبوع دول early birth early birth ده ممكن يبقى early planned birth اللي هو within 24 to 48 hours او early urgent birth لو severe compromise وحتى حتى دي حطن لها criteria في بعض ال guidelines يعني ايه ان انا قدر استنى اودي corticosteroids ويعني ايه لأ abandon ما تديش corticosteroids وولد العيانة على طول حسب ال compromise بتاع العيانة ودي بتبقى amber pathway اللي هو birth within 75 minutes of making decision يعني انا خدت decision اولدها ابتدي induction بتاعي على طول اشكعت لو هنا انا كاتب intervention وسيزاريان category intervention ده اللي هو ال birth ان انا حمل induction of labor سيزاريان كاتيجوري اللي هو اللي انا عندها indication for سيزاريان الامبر pathway واحد من ان انا عايز انهي الحملة ده within 75 minutes العيانة وكل دقيقة العيانة بتاعتها بتسوق اكتر واحتمالية ان يجي لها stroke قد يكون اكتر وبالتالي انا بفضل ان انا نعمل سيزاريان فدي متسابة ليه الفيزيشن جودجمنت والفيزيشن جودجمنت هنا واسق عوي ما بين انك هتدي تمانية واربعين ساعة والعيانة معاك في المستشفى بديها كورتيكستيرويدز وبتعمل لها الانفستيجاشنز ديلي لحد ما تولدها اللي هو خلال يومين يعني وما بين انك انت لأ ايويل تورمينت دلوقتي بالنكشن او بالفيزيشن جودجمنت لأ ايويل تورمينت دلوقتي باي سيزاريان ساكل الاسي او جي بتدي لك امثلة لما يبقى ان كورتيكستيرويدز يعني ما تستناش او ما تأخرش الولاد عشان تدي كورتيكستيرويدز حطين طبعا امثلة لسيفير كومبرومايز ولكن حيظل ده فيزيشن جودجمنت انت في المستشفى بتاعتك حسب امكانياتك وحسب المستشفى ولكن اللي يهمني ان في مقابل الحالات اللي انت ممكن ممكن تأخر الولادة تمانية واربعين ساعة وتدي آآ كورتيكستيرويدز وتطم من طول التمانية واربعين ساعة ان الكونديشن وما بيسقش. هنا برضو اللي يهمني برضو مش دول يهمني ان ولكن يعني اكتر شوية من يبقى احنا متفقين ان الاساس انما الاستثناء الغريب ان انا اجيب عيانة فيها واستنى معاها تمانية واربعين ساعة لحد لما اديها ستيرويدز وفي التمانية واربعين ساعة دول آآ وضعوا كل شوية وتطم من الدنيا ما بتسوش. العانة دي ممكن في التمانية واربعين ساعة دول تدخل في فتس. العانة دي ممكن في تمامية واربعين ساعة دول يجي لها العيانة ممكن يجرى لها مصيبة. فبالتالي ده الاستثناء وان انا استنى ده ما هواش عكس ان انا اولد اولدها ده سترونج. العينين اللي ما فهمش افصال الايكلمسي او الهيلب سيندروم او سيفير بريكلمسي يعني عندي اسيدوزس عندي ايبوثيرمي عندي دي اي سي او عندي هلب سيندروم او فتس او كده فالعينين دول ما فهمش افصال. فدول دي امرجنسي ترميناشن اللي هو كاتيجوري وان. عادة اي نيد ترمينات العيانة وذين تيرتي مينتز. لو انت انت بقى يعني كفزيشن جوجمت. شايف ان ايه هتولد بسرعة السيرفيكس الفيست وكل حقا كويسة. وعايز تديها اندوكشن جواهد. انما الفزيشن جوجمت. لأ العيانة وانا هعملها سي زيني انا هعملها سي زيني. الهدف من البوستر ده ان انا اوصل لكم الصورة دي. الصورة اللي كل اللي سمع مخاضرات البريكلمسي بتاعتي عارفين التشبيه ده. انا عندي في الاول عيانة اي عيانة بتبقى عرضة ان يحصل لها بريكلمسي. فيه بس احنا ما نعرفش مين فيهم اللي هتدخل فيه. الاولاني اللي هو ان اليوترس يحصل فيه اللي هو النون سيفير بريكلمسي او العين دول كان فيه قنبلة زرعت فيه. بس القنبلة دي لسه الفيتيل بتاعها مش مولة. هنا انت ممكن لو كانت العيانة سبعة وتلاتين اسبوع او وصلت سبعة وتلاتين اسبوع. وممكن تعمل لها في المستشفى وعملت تابعها مستني. ايه بقى ان القنبلة دي الفيتيل بتاعها ولع. الجسم كله بتاع العيانة لونه اختلف. من جوة. انت مش شايف حاجة برا. انما جوة حصلة في كل كل بتاعت العيانة. فيه فتيل مولع. ليه? لان انا مش عارف امتى هتفرقع القنبلة دي. انا ما كنتش عارف برضو امتى الفيتيل هيولع. عشان كده انا بلازم اتابع العيانة وهي جوها المستشف. اللي يقول لي ان الفيتيل هو انه لاقي في تشير ز off سيفيرتي. في تشير ز off سيفيرتي. والاي سي او جي الفرق بينها وبين ر ر سي او جي بتعتبر الفيتشير ز off سيفيرتي بدري شوي. وانس ما فيه خلاص. منهم ال blood pressure. ر سي او جي بتعتبر ان الزري او جي معنى ان هي عليت. يبقى معنى كده ان هي اتغيرت. مش لازم بعد معليت اعمل بقى زي الانجليز. استنى لما تتغير اكتر. يعني الانجليز يقول لك طب انا عندي عالية. امتى اقول عليها سيفير سيفير بري اكلامسي. لو فيه في الترانس ما هي قد طبيعية. فعشان كده شئنا وقباينا بعد الاسي و جي بسنة. ولكن هنا انا اقدرت في او اقص الفتيل ده ان انا اقوم عامل ترميناشن اف بريجنانسي وانس ما فيه فيتشر اف سيفيرتي. في زي عندنا اي وود جو مع الاي سي او جي مش الار سي او جي. بعد كده اباوت تو ان القنبلة دي تنفاجر. الفتيل ده يوصل للقنبلة والقنبلة تنفاجر جوه العيانة. يحصل لها اكلامسي. يحصل لها هيلبي. يحصل لها سيفير موربيديتي. وعايز اقول لكم ان الانفجارات دي متكررة. يعني اورجان وراء التاني. اورجان يفرق على اللي وراي فرق على الاول اللي الاول البراين. الله اعلم. هيجيلها ولا هيجيلها ولا هيجيلها ايه بالزبط. وبالتالي مش انفجار واحد. انفجارات بتحصل وراء بعض متتلة. علامة الاستفهام معناها ان انا مش عارف امتى الوقت الزمني ما بين اللي بانت وبين الانفجارات المتتلة اللي هتحصل والعيانة تفلت مني. عشان كده ان انا يكون عندي واستنى على العيانة. لا القنبلة ممكن تفرع منك في اي وقت لا انا دخلت في فيتس او في هلب سيندروم او في دي اي سي او في واتفر والبيشنت والبروغرس برضو مش عارف امتى. يعني من بعد الايكلمسي او الهلب ممكن تدخل في داف على طول. انما في الايكلمسي انا دوري ايه? دوري ان انا حاول ان انا انقذ العيانة بان انا عمل وبالتالي اوعى تعتبر ان او الدي حالة اه اي كان كونسير لأ انت اكسباكتن انت مستني ايه? مستني الفتيل حيولع امتى? ممكن يولع بعد يوم بعد يومين? ممكن بعد الساعة تلاقي فيتشر اوف سيفيريتي بتادي التباني. امشي مع اي سي او جي? فيه فيتشر اوف سيفيريتي خلاص ترمينات. دول سببين الدفن. يا اكسباكتنت مانجمنت. كقرار ممكن يكون صح. والتنفيذ وغلط او كقرار ممكن يقول غلط. السبب التاني ان يكون العيانة سيفير بريكلمسيا ونتيجة للاخبطها في في قرية الجايدلاينز قمتن تعملها بدل ما تعمل اميديا ترميناشن. معلش انا عارف اني طولت قوي في البوستر ده? بس لان المورتاليتز من البريكلمسيا افويدا بالمورتاليتز مش بامكانيات على قد ما هي بديسيجنز صح بفهم صحيح ليه الجايدلاينز. الا هل بلغت? اللهم فشل.